بسم الله الرحمن الرحيم كما تعرفوا الناس كل البارح طلعت النتائج التحليل الدورية اللي نقوم بها واللي أثر تتأني مصاب بفيروس كورونا والناس قاعدة تتسائل تقول كيفاش معناه إنسان ملقح تلقيح كامل ويطلع إيجابي للتحليل متاع كورونا وهذا الفرق ما بين الإنسان اللي يلقح والإنسان اللي ما يلقحش صحيح أنه فما نسبة ضئيلة جدا من الناس اللي يلقح ومع هذا يمكن أنه يصاب بفيروس كورونا لكن الإصابة هذية ما تعطي حتى آثار وما عندها حتى تأثير على صحة الإنسان وما تمثل حتى خطورة وهذا الفرق ما بينها وما بين الإنسان اللي ما هو شو ملقح وهذا يعليش أنا ماذا بي نزيد من خلال هاللقاء هذية نأكد على أنه التوانسة الكل يقبلوا على التسجيل في منظومة إيفاكس والتوانسة الكل يقبلوا على التلقيح خاصة وأنه الحكومة قاعدة ضعف المجهودات في استجلاب التلقيح اللازمة دليل آخر أيضا هذية على أنه الفيروس هذية قاعد يشهد ارتفاع كبير يسر وقاعد العديد من التوانسة قاعدين يتمسوا وأنا بالمناسبة هذية نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين فيروس هذية ونترحم على كل من توفاه جراء هذية أنا بدي نتشارك مع التوانسة لكل كونه أنا عائلتي لكلها أصيبت بالفيروس هذية أنا زوجتي وصلت إلى مرحلة اختيرة من الإصابة هذية وتجاوزتها توا والحمد لله بفضل الله بطبيعة الحال وبفضل أيضا المجهودات التي على الإطار الطبي والإطار الشبه الطبي اللي أنا نحب نتوجه لهم بالمناسبة بجزيل الشكر على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها خاصة في ظل انتشار كبير ياسر للفيروس هذية وفي ظل زادة أيضا إمكانيات يعرفها القطاع الصحي ماهاش متوفرة ديما في الظروف المطلوبة وهذا يزادة دليل أيضا مرة أخرى اللي أنه المعركة ما زالت متواصلة مع هذية وكلها يلزمها تضافر مجهوداتها مع بعضها وكلها تدعم مجهودات الدولة للوقوف أمامها الانتشار الكبير هذية اللي يعرفوا الفيروس خاصة مع وجود بعض السلالات الجديدة واللي تعرف سرعة في الانتشار أكثر من السلالات اللي عرفناها الفترة اللي تعادت لكل دونك المجهود متاعنا يلزموا كل ينصب نحو توفير التلقيح وينصب أيضا على تلقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين أنا طلبت حتى من سيد وزير الصحة ومن وزارة الصحة أن بخلاف الناس اللي مسجلة في منظومة إيفاكس أحنا نمشيوا للناس أحنا نمشيوا لهم في المدن نمشيوا لهم في القراءة نعملوا معناها متاع فاكسيناسيون ينظمها تكون معناها أكبر على أوسع نطاق ممكن وهذا هو اللي بشي مكننا من الانتصار على الوباء هذية واستعادة نسق إن شاء الله نسق عادي من من حياتنا نحب كذلك من جهة أخرى نطمن التونسا اللي العمل الحكومي بشي تواصل بصفة طبيعية باعتماد بطبيعة الحال المحادير الصحية باعتماد وسائل الحماية وسائل التباعد وباعتماد أيضا وسائل الاتصال الإلكتروني يعني الدولة متواصلة حربنا على فيروس كورونا متواصلة أنا بش نبقى في تواصل بطبيعة الحال مع السادة السيدات والسادة الوزراء مع أيضا السادة الولاد خاصة في المناطق اللي تشهد ارتفاع كبير ياسر من الإصابات بفيروس كورونا يعني إن شاء الله بالنسبة لنا في الفترة هذية اللي إلى أن تولي التحليل متاعي سلبية إن شاء الله الدولة بش تكون متواصلة والعمل بش يكون متواصل بصفة طبيعية وبإذن الله تونس مش تتجاوز هالأزمة هذية وإن شاء الله غدوة خير وربي يحمي تونس اشتركوا في القناة